بسم الله الرحمن الرحيم أهلاً وسهلاً بحضراتكم في حلقة جديدة من الأشبال مبارح كان عزاء الأستاذ العمري فاروق وزير الرياضة الأسبق ونائب رئيس النادي الأهلي مظاهرة حب لهذا الرجل المحترم كل مصر تقريباً كانت موجودة مبارح كل قيادات الأهلي والرياضة المصرية وقيادات الدولة سيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي وعدد كبير جداً من الوزراء الحاليين والسابقين وأعضاء الأهلي وأعداد من الجماهير كل الناس بكت لرحيل العمري فاروق ومبارح كان العزاء دليل على حب الناس لهذا الرجل علاقة العمري بالأهلي كانت مختلفة علاقة كلها حب وانتماء للكيان علشان كده الأهلي وجمهور وأعضاؤه ومسؤوليه بيشعروا بحزن كبير على رحيله رحم الله العمري فاروق وأسكنه فسيح جناته لن ننساك يا عمري